أجلت المحكمة الدستورية نظرة في الطعن بالصوت الواحد إلى الثالث من مارس المقبل وهو التأجيل الثاني من نوعه ما يؤشر إلى احتمالين فيما إما أن يمر المرسوم ويصمد المجلس الحالي أو يسقط في ثغرة ما وفي الحالتين لا يمكن استباع قرار الدستورية لذلك فإن المجلس الحالي مستمر في دوره الرقابي على الوزارات ولعل اجتماع وزير الداخلية اليوم بكبار القيادات الأمنية والبحث في تنفيذ توصيات الجلسة الأمنية لمجلس الأمة إلى جانب تمسك النائب فيصل الدويسان باستجواب وزير الداخلية هو خير دليل على التعاون المسؤول بين المجلس وبين الحكومة التي أكد رئيسها اليوم الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حرص الحكومة على متابعة ملف الشهداء والمفقودين والتنقيب عن رفاتهم الطاهرة لنقلها إلى تراب وطنهم الذي ضحوا من أجله بالغالي والنفيس دفاعا عن سيادته وكرامته وخلال استقباله رئيس وأعضاء جمعية أهالي الشهداء والأسرة والمفقودين الكويتية أعلن المبارك عن استمرار التنسيق مع الجهات العراقية المعنية وفق القنوات الدبلوماسية المختصة في هذا الجانب مشيرا سموة إلى أن دعم الحكومة لأبناء الشهداء المفقودين لن يتوقف من خلال تذليل كافة الصعوبات التي قد تعترضهم اللهم